اشتركوا في القناة ما شغل خياطي نلم نسوين البلد والبنات الفقر اللي فيه ونجيبهم يشتغلوا فيه والحاجات اللي حيعملوه احنا نباعها لتجار البندر وتجار مصر كمان ومساعدها بقى اهل البلد حيقولوا ايه اللي عمدك اترخير وفتح لنا بقى برزق جديد حلوه هو يا فاطن حلوه الفكرة دي يا بيت انت يعني انت مش حلوة بس لق وكمان عندك وجهة نافر يعني بتقول كلام حلو اني موافع على الحكاية دي بس اديني بس فرصة كده شوية عشان اني موضوع الوان ده مبرجلني بس انت ما سألتنيش احنا هنعمل المشغل فيه خلاص اسألك قولي يا امو الزكاوي قولي يا امو النباه هنعمل المشغل فيه فدر الشيخ مبروك ايه مش معنى مبروك يعني لا 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 طبعا لا الموضوع دي مرفوض بقولك ايه ايه وعي تفتحي معايا السيرة دي تاني ابدا فاهمين سلام علي معلكم السلام ورحمة الله وبركاته خير يا عمد بعتلي يعني خير ان شاء الله كل خير شرفت اهوتك اه لسه مش بتقاش اه اه فين اهوت الشيخ يا اللي برا اه وانت ازاي صحتك دلوقتي الله يعني يا عمد يعني جامت وكده يعني بحس ساعات اني مكدود كده يعني وما فصل من الشيلا يعني اه انما فيه ايه اعتمال اني اه كنت عايز اشورك في حكاية كده اه ده لا ده يبقى جد جديد بقى مااني كنت معاك طول اليوم ما جبت ليش سيرت ايوتها حال مااني كنت بفكر في الحكاية دي يعني باخد ودي مع نفسي كده موضوع كله خير ايه والله خير خير لأهل البلد والستات الغلابة والبنات الفؤرة يعني اه حاجة كده تفتح لهم مصدر رزق وتسعيدهم على المعايش وانت عارفين ان احنا الفترة الجاية محتاجين الناس حوالينا عشان يعني ايوا ايوا عارف عشان يعني لو الحكومة فكرت تعمل شوية تغييرات يعني كده ولا تجدد العمودية يبقى الناس وهيا ايوا براوة عليك ما انت عارف اهو بسم الله وان شاء الله عليك ويا سبحان الله اه اه فكرت في ايه يا عتمان نعمل ماشغل ماشغل يدوي يساعد اهل الكافر البلد الغلابة والستات الفؤرة حلو ماشغل حلو والله والله يتفكير حلو يا عتمان وهتبنوك فين الماشغل دي لان ابنه ايه احنا بنفكر في دار جاهزة يعني تكون في وسط الناس وعليها ريجل الناس رحها جاي عليها وعرفاه واني عاد تفكر لحد ما لقيتها الله عليك الله عليك يا عتمان دايما تفكيرك سبقنا كلنا ولقيتها فين ان شاء الله فدار الشيخ مبروك الشيخ مبروك مين اه 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 انت يا شيخ مبروك دارك قراني انت عايزت اخد دار يا عتمان انتعمل فيها مشغل اه 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 ا دي أخلي تانباً خيال صحابي خيال طب استنى يا شيخ مبرو نكمل كلامنا الكلام مخدوص يا راجل يا مبرو يعني إيه اللي عملته معه دي يعني ما كانش الصح أقوله كده خالص الراجل زعل بقى زعل إيه دي حيطنقت كان بيستند وهو قايا ودي مبروك برضو عشان فعخسره يعني هروح بكرة أقوله إن أنا قلت بأعجس معاك بدحك يعني وكده إيه؟ دا ما تستنى بس لحد بكرة كده أقول لك على حاجة دورها في دماغك تاني وتالي ولو لقيت الموضوع يا أخويا مش قدد عليك خلاص بلاش منه تبقى تروح تقوله إن دول كلمتين هجايز دي ما انت بتقول بس أنا يا توتا مش عايزك تضيق نفسك كده ولا تتعاقر أيوة ماليه دا أنت نور عيه إفرح كده دا ما تجيب بؤسي كده؟ ماشي يا عيتمى ماشي يا عيتمى أني زعلاني ماشي يا عيتمى إنما تتعاقر ماشي يا عيتمى بشكل ساتح ماشي يا عيتمى وهم أيعين لا تتعاقر أحب هذا أحب هذا يفتل وكم بالتعاقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة زي ما تكون كده سكنت جوا روحي اشتركوا في القناة 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 دهني عايزاً عايزه في ايه؟ قولي يا غضي يا فرحان تعرفش مبروك فين؟ اللي بارك فيه هي حاجة غريبة في ايه؟ انت قويس؟ خدي وادة فرحان روحت لك كوز حلاوة يا حلاوتك ايه يا عتمان؟ ملك مساهم كده له يا اخوي ما تخليك على طبيعتك كده وعوايدك في ايه يا ودي؟ ما بانيه على طبيعته هو؟ واني باين عليها حاجة؟ وانت يبان عليك ايه ولا ما يبانش عليك ايه؟ وانت في حاجة تخاف منها يعني؟ جراء ايه يا عتمان؟ وبعدين هو السيد مقالكش هيعمل عاملته امتى؟ يا حضرة العمدة يا حضرة العمدة ايه حيانة يا حضرة العمدة؟ شايلواني تطخ بالنار واللي تطخه جيري ناحية الدورة اروح اقبض عليها ما تروح يا غافير تو اقبض عليها وانت جاية تستازن يا والي اجري يالي حضرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اخي استنى يا عتمان انت هتروح لوحدك ولا ايه؟ استنى يا اخي يا طفي بس والنار دي واجي وراك عالطول عشان يبقى افضح هم موسيقى علوان 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 شين يا عمير انت اوه شيء يا سيء اوعى ايدك الخطية دي اوعى يا نيجس انت اكلابك ايه يا بنت فيه ايه مش شعالك ايه وتتكلم المسبوط الله فسماه لو حد بدي ايده عليه لكون مولع فيك قبليه يا بنت الراجل بيفارفر احنا في ايه ولا في ايه لسه هتولعي الحكاية دي ما تخرجش اللي منا جينتا انت اللي عملي العملية دي لا ديه كلام انفلاتي يعقب عليه القانون اه ريسه دنيل احنا حلمنا نسمع بعد كده شيلوا ع رجالة مش رجالة في البلد ولا ايه اه يا بنت ايه كان عاسي انتشبع فيها يا حبيبي يا خوية يا حسني يا حبيبي يا خوية يا حسني يا حسني هل تضعطع يا خوية ايه لانتبرك على مبالك يا عزنا يا حبيبي يا خوية يا حبيبي يا خوية يا حبيبي يا حبيبي انا عايزة مصلحتك بس يا فاطمة انا دماغي بقى اتقدي كده بس بقى يا اخوي انا عايزة مصلحتك والله اسمع كلامي يا عتمان اسمع كلامي يا حبيبي انت لازم لازم تروح دلوقتي تاخد لك إرشي من الخزنة وتطلع بيهم على الوحدة الصحية تاخد اخوك بأوتنبيل خصوصي وتوديه على اكبر مستشفى في مصر ايه واما ليه لازم تعالجوا احسن علاج احسن ما الناس تاكل وشيني الله ما تسمع كلامي يا عتمان انت عايزة مصلحتك بس بقى يا فاطمة قلتلك دماغي قد كده بس اهدى كده يا رجل يعني تتلهي كده وتخرج وتسيب الخزنة كده مفتوحة لا مقفولة هي اهل مقفولة اهدى يا وقعب لقومة نهاري سود ومنيل يخرب بيتك يا عتمان هي ما فيش غيره والله يا عتمان هي حافظة الكلب كتاعدة براس هي كده في البيت قطلع اجيبها من قفاها بنت الكلب حافظة اه يا بنت الكلب قديت الحاجة اللي في الخزنة فيني يا حافظة انا يا عملي ما فتحت خزنتك يا عمدي يا لهوة على كهن الناس وين ما تنتعي يا وليم خبيل حاجة فيه ورحمة امي ما شفت حاجة ولا خدت حاجة ولا حتى مال الدنيا كله بقى يهمني انتعي يا بيت مش علي انا شوية دوري انا فهمك وحافظك انتعي يا بنت الحرامية والله ما شفت حاجة يا عمدي يا حافظة انتعي الحاجة فين هتلع روحك في ايدي اهي يا عمدي اهي يا اخوي اهي يا بنت الكلب سرق دهبي كمان معاهم شوف يا اخوي شوف يا لهوي واخد الورق وحتوده لي مين يا اخوي واخد الورق وحتوده لي مين اسألها كده هتديه يا بنت للسيد اخوك هتديلي سيد اخوك عشان يحبس العمدي منك لله منك لله يا مفترية بنت المفترية روح يا بنت خب الورقة دي خب الحاجة دي كلها خب دابت كمان ما احنا عايشين مع الحرامية ماشي يا حافظة والله يلاقي يا عمدي والله يلاقي يا عمدي كله يلاقي يا عمدي بقى كويس يا عمدي وحلته مش حرجة ومش مستدعية ان نقله لا ازاي اني لازم اوديه احسن استبالية في مصر وعلوان دي شوية ده اخو العمد اخويا يا جنب الحكيين انت جاي ليه يا عتمار ها جاي تتشفى ولا جاي تتطم من النومات تتجننت يا وليه يا وليه ابقى تجننت لو انت برا الحكاية انت ايدك ماليالة بدم اخوه يلا امشي تلعبا امشي معذورة معجوزة هتدرب بالنار ايه وعلاها شت شت على روحة انا هامشي بس خلي بالك لو علوان جراله حاجة هحملك انت المسئولية وهيبقى عسابك معايا عسير يلا 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 هالجاي تطمن عليك قال سلامتك سلامتك يا بعيالي كنت خايفة من اي يا حفيظة خايفهم الفقر اديكي باقيتي عفقر خلق اللي بعرفتي متأخر قوي ان الفقر مش فلوس الفقر الفساد اللي في النفوس انا بكرة جنبك يا امه سيطرة فيه وابري حيبقى شكله ايه حيبقى جمرة نار تحرق وتكل فيه ولا جنة وردوان يا ربي يكون جنة وردوان ولا بتسمحني يا رب سمحني يا رب سمحني شفتوا تلاتة بالله العظيم تلاتة شفتوا بعنايا اللي هيكلهم الدوب دول شفتوا هو بيضربه بالنار يعني انت متأكد من الكلام ده غفير انت؟ يا ساعدت البيه المأمور بقول لحضرتك عنايا يا كلهم الدوب شفتوا شفتوا زي ما انا شايف ساعدتك كده وما أبطش عليه ليه؟ وما انا ما أبطش عليه ليه؟ غابي ايه والله العظيم غابي بعيد عمك بص في وشه كده واسمع اسمه تعرف الغباوة جاية من ايه مواسط الحمار ديه مرضيش يقبل على الوادي السيد حاكم السيد ديه يبقى اخو حافيز امراتي قطعوا الاتنين في يوم واحد لا يوم ايه في ساعة واحدة لقوا ساعة ايه في ثانية لا ثانية كتير في ثانية واحدة قطعوا الاتنين مين قطعوا التلاتة هم والحمار ديه حلوة يس خدوا ما تضيع المحتر برا يلا الصراف يعني انت يا أمد تتهم السيد انه هو لحاول يقتل العلوان؟ انا ما بتتهمش حاجة ديه كلام الغفر والشهود بس كلام بيني وبينك الوادي السيد ديه بيتاجر في المنوعات علوان اخويا كان عرف ومجه قالي انا بقى ما كدبتش خبر روغتله قلت له يا سيد ما انفعش كده يا السيد بتعملش كده ببلد انا عمدتها يا سيد ولا حياتها لمن تنازع اتجرته في المنوع ده بلاغ منك ولا ملغفر بها لا ديه مش بلاغ ديه كلام انا متأكد منه كعمدة للبلد دي هواني وانت دورنا ايه في البلد دي غير الحفاظ على الأمن والأمان ويا طرى بقى عارف سيد السيد ده بيشيل بضعات المنوع فين الحيات كدب خيبة بس انا عارف قلت تققصت على الوقت ديه وعرفت كل حاجة وتأكدت انه خارج عن القنون لا وايه خارج خالص السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله فوت على دكانة كنا عايزين انها هبابة مستكة على هبابة حبهان دي العيال جال عاملين لبيت حسين البرس اسبوع والده انت عامل ايه؟ طيب انت عبهان مخنون وروحة بتستحب مني عاس اني مش هادر اخد نفسي انتوني غاتوا عشا وان لو حشبنا نسا استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم من كل زنب عظيم طيب يا بوي تعوز حاجة منبردة معا مايش تطلع من البيت والله يخليك بتشكر طيب عاد انت مش محتاج حد يفكرك بكلام ربنا قل لعبادي الذين اصرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ها ادام معايش حاجة منبره وبركة اني لجيتك طيب هقولك سلام عليكم فتك بعافية ها انا عايز اشوفه اما فتنا يا محمد ها ينسيتني ولا يازل انا جانا قوي يا محمد ابا حسان دلوقتي يجي ويجي معك سيك يا محمد ابا حسان جاء اهو لا اعوف عليك اعوفي ابا حسان ابا حسان انا عايز اكل بانيرا وراح لاما فضي يا حبيبتي طيب كل لأمتك واني هودك لأمك على طول لكل يا محمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم شطور اخي يا زين اكل حيود سلاش ايه دي؟ مالبا اكل دي شاطر ايه يا عمد خلي بالك يا جنب المؤمور ايه نعم انتوا قبطوا على الواد السيد ديه بس ديه واد مجرم عتيد في الإجرام ممكن رجالتو يحاولوا يهربوه انت خايفين ايه يا عمد كل حاجة تحت السلطرة محدش هيقدر يهاوب نحيتك اني كده متطمن طول ما ساعدتك في البلد دي البلد دي عايشة في امان ايه والله فوتك بعافي سلام يا عمد يلا قول لي واد يا واق نعمين يا عمد ما اختيالتش بالشيخ مبروك كده ولا كده لا ده انا حتى كنت معدي على الدكان لقيت الدكان قافل مش عارف رع فيه طب هم نشوفه انا نصيب ايه بطلع يا عمد فضل قد أموري بحاجة تانية از اتفاطني أمه أمه زينب محمد زينب يا عيال وحشتوني قوي وحشت أمك يا أخوي تعالي 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 يا أخوي وحشتوني قوي يا عيال والله وحشتوني عملت طيب والله يا حسان والله عملت طيب دا أنت تستاهل حلوة كبيرة قوي ربنا يخليك لينة يا ستة فاطنة ما يحرمناش من كرمك أنا يعني قلت أنت لازمًا مشغولة بالقوي فيعني بتنسي قلت أن ماذا فكارك أنسى ما في حد بردك ينسى عياله يا حسان هو أنت عارفي قديلك قد إيه ما طلطيش عليهم خصب عني والله والله يا خصب عني حاجات كتير بلقاوي بقت بتحصل خصب عنك يا فاطنة جرأي يا حسان أنت حتقتمني ولا إيه يا أخي بالكلام وبعدين مني كل حاجة من كف الشيء ببعثها الله ليك شوق في حاجة زيادة تقولي على طوله أنا يعناية ليك بيت يا مانجي روح يا بيت جيبلك بطايتين على والزيتين وكم جوز حمام وشو قيد بقالة كده وتديهم لسديك حسان وهو ماشيش خطر العيال هي الحكاية بقت كده يا فاطنة ايه ايه فاطنة دي كمان جرأي يا حسان مالك هاي اللي انساس قامت والأولي بنامت ولا ايه ما تتكلم عيدلي يا أخوي وبعدين انت تحمد ربنا أصلا أني سعيب عيالي عندك ايه ومال ايه اللي 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 بيعات فضلة خارك اللي اللي الخير اللي بتبعتيه لنا هاي جرأي يا فاطنة ما تخلي الطبق مستور ايه بأكّل عيالك من عرقي الواحد بس بيعمل بأصله هوا انتي فاكرة امت اخ بنوبا شفتيهم ايه بعمل بأصلي عشان خاطرك انتي عشان كنت واحدة غلبانة مأهورة اتظلمتي يامي شفتي الويل انتي وجوزك ابو العلي اللي كان راجل بصحيح وكان صاحبي واخوي ايه بعمل بأصلي عشان خاطر عيون العيال ده هي اللي مالهمش زنبي في اي حاجة يلا بينا يا عيال يلا بينا يلا على فاين انا عيالي مش داخلين درج تاني يا حسان انا عيالي حيفضله معاي يا سلام له انتي فاكرة انني حسيب العيال ده هي انت تربى في البيت ده هو والعيازه بالله يلا يا عيال يلا بدل ما تشوفهم مكوة يا عاملة زي الحي اللي ماشي يتلوش بتلدى على بتشوف ولا عدو على حبيب انا حي? ان شاء الله حيا ما تلدعك يا بعيد تبوديني يا معابض يا حسان انا العيلة للعمدة هتقولي له ايه بسي هتقوليله ايه يتخيني عيارين ولا هتحبسيني يا ستفاطني يلا بينا يا عيال استنى حيني يلا بييني صلا سبيهم الحرام عليك خليهم يتربوا كويس إلسى مرحبا ويسيرا أنها تنبضل هي بيهم هي؟ هي؟ انا مهلك يا عمدي عشق مبروك افتح عشق مبروك لا بيفتحش ما بيردش خبه الجمال يا لأ يمكنناي ده باينه توفعوا اللي كمات اكسر البق ايه بقى انت هنا يعني وسامعنا عم بقين نخبط ونهبد ولا على بالك اني مش هخرج من داري حقيقة مال استخرجني مني خلي الغفر بتوعب دول يتخوني ويخرجوني منها جز ايه الكلام دي دار ايه وتخ ايه لا 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 اني جاي لك انت في موضوع تاني خاص جاي لاني وانت مستعنيني اصلا يا حتمان بقاش قلبك يسود بقى ايه الكلام دي مستعنيك ايه واني لو مش مستعنيك كنت جيتلك ولا كنت بعتلك اكتر من مرة طب يسأل الغفر اني كنت الان عليك اخر الان ومتوغوش اخر وغوش ايه والله واني ليه يا بركة لانت لا عليك فاطمة يا حتمان فاطمة بقت بركة الدينية بحالك ايه امالي مش دي فاطمة يا حتمان اللي عايز تخرجني من داري عشان ايه شوف انت سواعي كده دماغك بتقفل ومبتبقاش عايز تفهم طب تسدق اني كنت هديك الدار اللي ورا الجامع وهفرش هلك ووضبها لك اخر توضيح وهدهلك لابة ملكي يعني بيع وشيرة يا مبروك اني محتاج لك اول يومين اللي جايين دوري اني سامع كده ان فيه حركة تنقلات في الكراسي وفيه مصايب عمالة رخ علينا واحدة ورد تانية عندك مصيبة السيد وعلوان ده غير مصيبة الجهدية اللي قالب الناس علينا ده غير المصيبتين السود اللي هم اسموهم ابو العله والزفتة التانية اللي اسمها راوية دي يضلوا وتحطوا مش هيحط على دماغنا الواحدي هيحط على دماغي انت الواحدة كهتمان لان اللي بيشيل قربة مخرومة بتخر على دماغي الواحد ايه لخلاصة يا عتمان انت عايز مني ايه؟ دلوقتي احنا في مركب واحدة والمركب دي عشان تنجا والناس ما تدوس علينا بالجزم لازم انت توقف جنبي مني وتلم الناس حوليك العادة داري محدش يجي يا امتي ماشي محدش يجي يا امتي ودارك اللي ورا الجامل يا عتمان سكدت يعني فيه ايه مبروك انت ايه؟ بقيت بيعني ولا ايه؟ اني اللي بايع طب دنيتو العمر شان انت اللي بايع حتى من وحنا صغارين لما كنا بنلعب مع بعض كنت اني اللي ببقى شاري وانت بايع اني اللي حاجة عليك وانضف حواليك سواء من قدام وشك ولا من ورا دهرك والعلمك اني مش عايز دارك دي طمع لا انا عايزة شوفك شاري ولا لا ما هو مش معقول مش معقول يا عتمان تفضل باعي لغاية اخر نفس في عمرك ايه الكلام دي اني اول مرة اسمعك تقول كده ده انت شاهله معابي بقى لا يا راجل يعني بعد العمر ده كله والعشرة اللي بينا جايين النارده نقول مين فينا شاري ومين فينا بايع واحنا ليس لنا نتعرف على بعض جديد لا 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 اطلع من الكلام دي فوق كده يلا خش اغسل وشك ولا تمشى برا شوية غير جوي يلا يا راجل حارك العطبة ايه ايه هعرقه هعرقه يا عتمان بس الاول اجيب لك ورقة حقية ملكية الضهر بعد كده بمشيقة الرحمن نتقابل بعد صلاة العشرة عفو الله بقى عما سلف انا كنت اعرف ملين ان الام ده ضلالي وكداب كده وماله خير انا جاي لكين عشان لا نفتح مرضونات الصفحة لديدة وانا ما عنديش ايات وهماني بس انت يعني موتيش قبل كده انك تعرف الباشاك كبير ما اني يباشا فيه يكشي اللي كلامك في التليفوق ايبا هو اه اردب بمهولك ما تحضر كيلو تتعفر ادوه ما كنت تعفش هيلو لحد دوتا طويلة على كل حال انا شايف المرحلة اللي جاية هتبقى كويسة قوي لو كل واحد فينا حطي ايدو في ايدين تاني ايدين في ايدين بعض وماله بس ممكن تفسر كده حكما يعني يا فيهم على قد حبت ايه مش هتشرب قوي بستحرم تشربها يا ولا ايه ليه بس بتقول كده اهو الكلام ده بيتاك دي ناس نكسة وانا اتأكدت ان كل الكلام ده كلام فارغ العمدي لسه عايز اخد من محاصيم الفلاحين اهو زونية دي جريمة وحيروح فيها في ستين ده يا انا قلت له الكلام ده اكتر من مئة مرة وحزرته من حكاية ده بس انت بقى عجبتني اولى موقفت قصادق الفلاحين دي ناس غلابة واي قرش زيادة هم اولى بيه وانا مش هسقط على الوضع اللي خالص طب والله يا عائل طب والسايد اللي ضرب على اللوان لا دي حكاية تانية خالص بقى انت طلع مجرم خطير تخيل انه بيتاجر في الحشيش طول الفتر اللي فاتت دي كلها ايه دي لا شي ايه الكلام دي ده انا اول مرة اسمع الكلام دي بس يعني كده انت معايا ان الفلاح اولى بلاحمة ورق يبيع فيه زي ما هو عايز من غير ايه غزبانية ولا ايه اكيد طبعا شهم يا بولي كويس العوان الله يعافيك يا فاطمة تعاني بسم الله ما شاء الله عافينا يا حبيبوه اني كنت جاية في كلمتين كده ومش يعرضوا خير يا فاطمة اقولي أنا وللاش عارف أنك هتفهمي كلامي صح؟ أنا ما كنتش قلته لك ولا كنت جيت لك هنا في دارك ولا كنت عتبت عتبته من أساسه ما تتكلم يا فاطمة فيه إيه؟ أقول إيه بس يا ربي وعيد إيه؟ أنت طبعا عارفة اللي عاتما أنا عمله فيه أنا وبالعلم مش كده؟ وهو مين ما يعرفش؟ أنا بقى عشان كده جيت لك دلوقت عشان أنا عارفة أنك إنتي وسعلوان غير عتمان وحفيزي هي واما ليه؟ أنتو ناس طيبين غير اللي كانوا حقك وحق عيالك ودول ما تتكلمي على طول يا فاطمة استغفر الله العظيم من كل زنبان عظيم يا رب أقول إيه بس وعيد إيه؟ يعني إنتي حتصدقين أنا وتكدبي عتمان إلا هو يبقى خجوزك وعم عيالك طب تيجي إزاي دي؟ ما تقولي عايزة إيه؟ أصلي بصراحة كده يعني أنا كنت سمعت عتمان والسيد بيتفقوا إنه إنه إيه؟ بيتفقوا إنهم يطخوا جوزك علوان إيه والله؟ ومن نبى النبي نبي أنا لو ما كنتش إنتي غالية عندي أنا ما كنت جيت ولا حزرتك بس أنا خايفة عليكي وعلى جوزك حامل إيه؟ قلبي الطيب ما توعنيه شو اللي يحصل يحصل بقى قوم يمشي من هنا يا فاطمة يلا يلا يا فاطمة يا مرات عتمان فاطمة؟ فاطمة مين؟ يلا يا حافيزة ده اسمه إيه ده؟ أنا غلطاني خير أن تعمل شر أن تلقي بقى أنا جايلك علشان أحزارك تترودني من بيتك يا ست فاهمي؟ حقول إيه يا رب؟ حقول إيه؟ أنا سمعت حديث الحربية دي وإياكي الحمد لله يا أخوي أن ربنا نجاك ورب الكعبة لاتبحلك جموسة وبخرك كمان أنت يالي اسمك حافيزة اطلعي لي يا أختي عايزاكي أنت يا حافيزة أنت انت رشتي يا ولية؟ نعم يا فاطمة عرفت إن السيد أخوكي كان عايز يقتي العلوان وجنب المأمور إلهي يا رب ربنا يعلي مردبه كمان وكمان سحبه وجرجره على الإس ومش بعيد كمان ياخد فيها إعدام يعني خلاص يا رحمك السند اللي كان ليكي بخ راح يعني مفيش حد تستنجدي به تاني ومحدش حرحمك من تحت إيدي تقني حفره مكفره ليه؟ أنت بتعملي كده ليه؟ ما تعمليش زي ما تخليش الغل والكرح وسواد القلب يا كلوكي ينسوك إن فيه ربنا شوف 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 مين ده اللي بيتكلم عن ربنا؟ أنت يا حافظة؟ ربنا ياخدك يا بعيدة مش هتاخدي حاجة من كل اللي بتعمليه دي صدقيني توقي يا أختي لما عرفت إن فيه حاجة اسمها ربنا وكان فيه ربنا قبل كده ما عملتلوش حساب له يا مخفية أنت عشان ما عدتش عايزة منك حاجة يا فضل والعتماء ما عدتش شايفة غير الغم والهم ما عدتش شايفة غير خوفي من الناس والسيد أديكي قلتي أهو خد جزاته وربنا لما بيحب حد بيخليه يفوق ويتطعز من عبرة غيره قابل الغرق اللي ما بعدهاش ايه يا أولية دي؟ انت اتدروشتي ولا ايه؟ ولا يمكن بيتمثلي علينا إنك اتدروشتي اهده ملك يا حافيزي لا 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 يا أختي كده رجعيلي حافيزها بتاعي الزمان عشان عارف أخد حق منك تعالي هنا يا أولية أنت انت رايحة فاق طب ودي اليوم أعبد لكون قيلة للعمدة هحليه موتك موت إنك خرجة كده من غير إذن موسيقى موسيقى موسيقى